صباح الفل عليكم شباب وشابات سنوية عامة معاكم ترينا جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect English لكورسات اللغة الإنجليزية صباح الجمال عليكم يا أجمل شباب في الدنيا أتمنى تكونوا خير معاكم ترينا جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect English لكورسات اللغة الإنجليزية النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض أول محاضرة من محاضرات كورس الكلمات الخاص بالمرحلة السنوية لو حضرتك في سنة أولى أو في تانية أو في تالتة أو حتى في التعليم الجامعي وعايز تتعلم فوكاب تقوي بيه اللغة بتاعتك كورس الكلمات هيكون مفيد جدا الفيرست سكشن اللي احنا بنشتغله مع بعض هو كلمات المنهج بشكل عام سواء كان فوكاب موجود جوه المنهج بتاعة تالتة سنوي أو جانرال فوكابلوري يفيدك في التعامل مع الامتحان بتاع حضرتك لأن زي ما أنت عارف الامتحان تقريبا أكتر من نصه جانرال إنجليش سواء كان في التعامل مع الاثنين reading comprehension أو مع الترانسليشن أو حتى أسئلة المقال اللي ملهاش منهج قوي غير أن انت تكون تفاهم المبادئ وبتطبق في الامتحان فلو حضرتك مش عندك فوكابلوري قوي مش هتقدر تتعامل بشكل جيد مع أي امتحان لغوي سواء في المرحلة السنوية أو حتى في التعليم الجامعي فالمحاضرات اللي احنا بنقدمها لكم هنا دي محاضرات تقوية قوية جدا لمستوى الفوكابلوري بتاعك وطبعا احنا مترجطين الفوكاب بتاع منهجكم والكلمات اللي ممكن يبقى فيها مشاكل إنما كمان عندنا توجه أن يكون فيه general vocabulary تقدر تتعامل به حتى ما بعد التعليم السنوي تمام؟ أول كلمة عندنا هي كلمة تابلايد أوكي تابلايد دي نعون دي عبارة عن إيه؟ الديفنيشن بتاعها يعني دي مجلة الصور بتاعتها كبيرة ولكن الصفحات بتاعتها صغيرة يبقى المجلة صفحاتها صغيرة وصورها كبيرة تمام؟ زي هاف شورت ستوريز ويكون فيها شورت ستوريز يعني قصص قصيرة والقصص القصيرة دي بتكون إيزي تو إكسبلين يعني من السهل شرحها تمام؟ زي يوز سيمبل لانجوش يعني اللغة اللي بتستخدم في التابلايد بتكون لغة بسيطة تلاقي أن العنوين بتاعت التابلايد عنوين كبيرة قوي يعني عادة التابلايد ما بيكون حاجة فيها فني حاجة فيها نكتة دي الديفنيشن والإنفرميشن اللي موجودة على تابلايد تمام؟ تعالوا ناخد الكلمة اللي وراها بروتشيت بقى يعني إيه يا شباب؟ بروتشيت دي دايما بيجي المقارنة ما بينها وما بين تابلايد بروتشيت دي نون يعني هي مجلة ولكنها أقصر رسمية يعني الصفحات بتاعتها بتبقى صفحات كبيرة بروتشيت دايما بيجي المقارنة اللي موجودة في البروتشيت بتكون أخبار دولية مش بس الناشونال لا بتكون انترناشونال كمان أرتيكلز ار مور فاكتشول يعني المقالات اللي فيها بتبقى حاجات واقعية أكتر يعني ما بستخدمش جمل قصيرة أو عنوين قصيرة لا دي بتكون جمل طويلة وكمان البراغرافات اللي فيها بتكون أطول يعني ما بيكونش فيها صور كتير زي التابلويد يبقى زي هاف فيور فوتوز زين تابلويد نيوزبيبر أوكي يلا بينا على الكلمة اللي وراها بصوا حبيبي كلمة ممكن تيجي بمعنى يغش وممكن تيجي بمعنى الشخص الغشاش نفسه فلو جات ناون يبقى someone who behaves in a dishonest way شخص يتعامل بطريقة غير أمينة in order to get something يعني لكي ما يحصل على شيء يبقى cheat هنا بمعنى ايه؟ غشاش ده البني آدم نفسه he is a cheat أوكي يلا بينا على الكلمة اللي وراها demand يا شباب ممكن تيجي verb يعني فعل وممكن تيجي ناون يعني اسم أوكي؟ طيب لو جات verb يبقى to ask for something in very strict and serious way يعني يطالب بي أوكي؟ ولو جات ناون معناها مطالب يعني مثلا الناس اللي شغالين في المصنع عملوا strike عملوا إضراب وقالوا مش هنمشي أو مش هنفض الإضراب ده unless their demands are fulfilled يعني لغاية لما يتم تلبية مطالبهم تمام؟ demand as a verb معناها to ask for something in very strict and serious way ده as a verb ولو جات as a noun معناها مطالب أوكي؟ طيب تعالوا نشوف اللي وراها فعندنا كلمة اسمها shogged shogged ده adjective يعني صفة معناها مصدوم أوكي؟ to be very surprised and upset يعني أنك تكون مندهش وساعات shogged بتيجي بمعنى مصدوم اللي هو negative meaning يعني حد مثلا كان متوقع حاجة والحاجة دي ما حصلتش فهي was shocked يعني كان متضايق كمام؟ تعالوا ناخد الكلمة اللي وراها الكلمة اللي بعدها بتقول إيه؟ wait with bated breath ده expression على بعضه كده أوكي؟ معناه يبقى حضرتك قاعد ومنتظر حاجة وانت نفسك بيعمل كده مكتوم أو متوتر ده معناه أن أنت الآن أوكي؟ فده expression wait with a lot of nervousness يعني منتظر بكثير من التوتر and excitement والمتعة يعني أوكي؟ زي لما نقول مثلا 很 okay نحتيجة السنوية العامة هتظهر بعد ساعة حضرتك تبقى قيعد به قلبك ده عامل إلى قلب الحمامة كده من التوتر ومن الـ excitement ومن nervousness دي اسمها إيه؟ اسمها wait with bated breath تمام؟ يلا بينا على الكلمة اللي وراها الكلمة اللي بعدها بتقول إيه؟ Book piracy Book piracy يعني قرصانة الكتب كلمة piracy الوحدها يعني قرصانة يعني ايه قرصانة؟ يعني ممكن سفينة تبقى ماشية ويطلع عليها شوية حرامية اللي هو بيبقى رابط عين والشمال ده ورجلية مقطوع ده اسمه pirate اللي هو القرصان وجات منها الناون piracy انما دلوقتي في العصر الحديث بقى في حاجة اسمها book piracy يعني بنسميها plagiarism plagiarism أو book piracy هي ان حضرتك تسرق افكار حد يعني لو حضرتك بتعمل research مثلا المفروض ان انت قريت 7-8 كتب 10 كتب بتيجي تقول ان الكاتب الفلاني في الكتاب الفلاني في صفحة رقم كذا دي اسمها citation لو حضرتك ما عملتش citation بيبقى دي اسمها book piracy تمام؟ يعني illegally copies work of someone وكي and يعني write it as if it's your own دي اسمها book piracy يبقى when someone illegally copies and sells someone's work سواء انا اخدت الهارد كابي صورتها وامت بايعها او خدت المحتوى اللي جواه من غير ما اقول انا جايبه منين ده اسمه book piracy تمام؟ اللي هي قرصنة الكتب تمام؟ يلا بينا عالكلمة اللي وراها occur معناها happen يعني دي كده تساوي happen يحدث اوكي النوان بتاعها occurrence ده النوان يعني حدوث اوكي فto happen or take place خلي بالكم ان take place معناها happen برضو يعني ممكن اقول an accident happened on the ring road last night ممكن اقول an accident took place on alexandria desert road a week ago ممكن اقول an accident occurred a few minutes ago اوكي فا occur هي happen هي take place تمام؟ يلا بينا عالكلمة اللي وراها ruin ده verb معناه يفسد يعني دي كده تساوي spoil او destroy اوكي اوكي spoil ruin destroy كلهم معناهم يفسد يبوز حاجة يعني فcompletely spoil or destroy something يبقى ruin يعني لو مثلا واحدة لابسة فستان جميل جدا وواحد معدب عربية من جنبها وام ترتش بالعربية مية وبوز لها الفستان وهي رايحة مثلا فرح او حاجة فتقول ايه he ruined my day يعني هو افسد يومي لو واحد مثلا فرحان جدا في حفلة عيد ميلاده وواحدة شنكل وامخابط في الطرطة بوزهاله فاقوله ايه you ruined her first day يعني افسد الفرحة افسد عيد الميلاد وهكذا اوكي يبقى ruin هي spoil هي destroy تمام يلا بينا عالكلمة اللي وراها claim ممكن تيجي verb وممكن تيجي noun اوكي كلم ممكن تيجي بمعنى يدعي او يزعم وممكن تيجي as a noun بمعنى الدعاء اوكي فتو say that something is true although it hasn't been proved يعني حاجة لم يتم اثبتها وانت بتزعم او بتفترض او بتقول انها حقيقية اوكي يعني مثلا لو في بنتين داخلين انتخابات على رائد الفصل مثلا او لو في اي حاجة يعني انا بديكم مثال وواحدة منهم قالت انا فست خلاص طب يبقى she claimed لان النتيجة لسا ما ظهرتش اوكي فيبقى say that something is true although it hasn't been proved برغم انه لم يتم اثبتها حتى الان اوكي سواء كان يزعم او يدعي او للدعاء نفسه اوكي يلا بينا عالكلمة اللي وراها a word معناها جايزة رسمية اوكي a prize or a symbol given to recognize an achievement يعني جايزة او رمز اوكي بيعطى للاعتراف او تمييز انجاز تم تحقيقه يعني لو حضرتك مثلا اه كسبت جايزة على مستوى الجمهورية في الادب او في الفن او يبقى you have an award اوكي انما لو بابا بدك هدية هيديك present اوكي لو يوم عيد ميلادك هيديك present اوكي انما award دي معناها جايزة رسمية اوكي يلا بينا عالكلمة اللي وراها contribute معناها يساهم فيه او يشارك فيه وعادة ما بييجي بعدها to وبعدها verb ing اوكي والنوان بتاعها contribution يبقى انا عندي الفرب contribute بجيب معاه الpreposition اللي هو حرف الجارة to وبعدها verb ing يعني she contributed to making a big success مثلا اوكي مش to make to making والنوان contribution اللي هي المساهمة او المشاركة يبقى to give something especially money خصوصا لو فلوس يعني in order to provide or achieve something together with other people اوكي معلش هي الانجي دي المسروكة تبقى هنا بس هو اللي سلايد جابها تحتها اوكي يبقى to give something especially money in order to provide or achieve something together with other people اللي هو احنا بنشارك او بنساهم عشان نعمل حاجة يعني لو عايزين نبني مستشفى واحد دفع ميت جنيه واحد دفع عشرة مليون جنيه اللي اتنين contributed to building the hospital تمام مالهاش علاقة بالنسبة هي الفكرة ان احنا بنتكلم في الاسهام او المشاركة تمام يلا بينا عالكلمة الوراها lecturer ده ناون ده البني آدم ده المحاضر يعني trainer جاية من ايه جاية من lecture lecture دي دي المحاضرة نفسها انما المحاضر اللي بيدي lecture اسمه lecturer بنحط r في الاخر اوكي خلي بالكم lecture محاضرة انما lecturer محاضر يبقى person who teaches at a university شخص بيدي محاضرات في الجامعة اسمه ايه اسمه lecturer تمام الكلمة اللي وراها physicist بص يا شباب انا عندي كلمة physics دي الفيزياء نفسها physicist يعني حد متخصص في الفيزياء عالم فيزياء اوكي فدي ناون ده الشخص انما دي ناون ده المجال فان expert in physics يعني حد خبير في مجال الفيزياء بنسميه ايه physicist زي لما بقول science مثلا يعني العلوم طب لو عايزة اقول عالم بعم قائل scientist فال ist تجيب للبني آدم اوكي يلا بينا على آخر كلمة آخر كلمة في مخاضرة النهار ده يا شباب prejudice prejudice معناها التعصب اوكي يعني يعني رأي غير عادل يعني غير منطقي لان حضرتك ما عندك معرفة كافية اوكي فبريجدس يعني يعني التعصد تمام وبكده يا شباب نكون خلصنا محاضرة رقم واحد من كورس الكلمات لو حضرتك مهتم انك تحصل على كل محاضرات الكورس سواء في الفرع بتاع الكلمات أو تحصل على المحاضرات في باقي الفروع تقدر تتوصل مع السكرتاريا واتساب على الرقم ده لحجز مكانك في المراجعات النهائية اشوفكم في المحاضرة اللي جاي على كل خير ان شاء الله ربنا يكون معكم اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وما تنسى اشتفاعها للجرس علشان يجيلك نوتوفيكيشن بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري ان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي